موسيقى أهل ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي منذ أكثر من خمسة أشهر يعني أكثر من خمسة أشهر مرت على إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لهذه المناصب سواء رياسة الجمهورية رياسة الوزراء مجلس النواب وكل المناصب الوزارية تجري ضمن نظام سمى نظام المحاصصة وتوزع هذه الحقائب هذا كردي رئيس هكذا تعرفوا هم هكذا انتفقوا بمحاصصتهم رئيس الجمهوري يجب أن يكون كردي رئيس البرلمان يجب أن يكون سني رئيس الحكومة يجب أن يكون شيعي طيب وأكثر من خمسة أشهر مضت من أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها بناء عضوية محمد الحلبوسي واعتبارها بدعوة تزوير رفاحها أحد النواب ضده طبعا القصة في وقتها كلها فضيحة وعرفت وكانت واضحة جدا جدا تكتلات سياسية وتكتلات طائفية ومصلحية يعني إلى آخره هذه العملية السياسية وهذا الشكلها وهذا الصراعات اللي موجودة بداخله والذي ينكر هذه الصراعات والذي ينكر هذه الإزاحات وهذه الاجتثاثات واهم ولا يفهم شيئا من ما يدور في العراق منذ عام 2003 لحد الآن هذا طبيعة السلطة المسيطرة على العراق والجاثمة على أنفاس العراقي الإطار التنسيقي اللي هو مجموعة من الميليشيات وحزاب شيعية واضح للجميع وهذا الكلام مو كلام طائفي ما لا علاقة بالطائفي ما لا علاقة بسنة بشيعة بكرد وعرب ما لا علاقة هذا الكلام وصف لحالة موجودة على الأرض ومن يقول أن هذا الكلام طائفي ربما يجرنا إلى الطائفية لينظر إلى الواقع هكذا هو توصف الواقع هذا ما يجزي على الواقع ما يجزي على الأرض هذا الإطار يجتمع وآخر اجتماعها قبل أيام ليقرر أنه هل ينظون في ترشيح يعني يقبلون على ترشيح شخص معين لتولي منصب رئيس مجلس النواب طبعا دعوني أقول لكم أن كل النواب اللي ربما عددهم 332 329 نائب كلهم من هذه المجموعة من أحزاب السلطة من أحزاب العملية السياسية ليس هناك أحد خارج هذا التصنيف من يقول أنه خارج هذا التصنيف وخارج العملية السياسية وهو ضد هذه الأحزاب وضد الفكرة الطائفة ولا يمكن أن يقبل ولا يمكن أن يدخل في هذه المنظومة ومن يدعون الاستقلال ما لهم علاقة بالاستقلالية هؤلاء تابعين لأحزاب وجرت يعني أحداث كثيرة وظهر أين يعني تحزبوا أين لمن نحازوا فهذه النقطة يجب أن تكون واضحة أيضا الآن هذا الإطار التنسيقي الميليشياوي لديه يمكن أكثر من 130 نائب بعد انسحاب التائر الصدري بحزيران 2022 انسحاب 73 نائب فهم سيطروا على كل المقاعد أكثر من 130 مقاعد من بين 329 مقاعد هم الذين يقررون شكل شكل الحكوم بس بغض النظر عن هذه القضية من يتولى مجلس النواب ماذا هم التفقوا على محاصص هذا السني يجب أن يكون هو من هذه الطبقة هو من ظن العملية السياسية هو ربما وغالبا وعلى الأغلب وربما يعني 100% هو مارس هذا العمل منذ يعني منذ تشكيل أول مجلس النواب لحد الآن بدليل أنه من رشحة قبل فترة لرئاسة مجلس النواب وصارة مشاكل واعترضة وشالو هو كان رئيس يعني رئيس كتلة نيابية في مجلس النواب وكان نائب لعدة دورات في مجلس النواب لم يقولوا عنه أنه بعثي ولم يقولوا عنه أنه لديه أفكار تؤيد النظام السابق ولا أبدا عندما رشحة إلى رئاسة مجلس النواب قالوا أنه هذا لا يمكن وذهبوا إلى المحكمة الاتحادية مثلما ذهبوا إلى المحكمة الاتحادية وكلما يذهبون إلى المحكمة الاتحادية في كل شيء وبالتالي يعني أسقطوا واضطر هو معرف بطريقة وبيخرى باتفاقات معي يعني يقدم يعني اعتذار عن الترشح لرئاسة مجلس النواب والآن ينتخبون أعود مر الأخي أقول أنه من ينتخبونه رئيسا لمجلس النواب هو من هذه الكتلة من هذه المجموعة من 329 اللي هم وكلهم متفقين على العملية السياسية وعلى عملية السياسية وعلى الإيمان بكل مبادئها بكل مبادئها التي هي ليست مبادئ مبادئ محاصصة ومكاسب وفساد وخراب ودمر وهم من يتحملوا المسؤولية كل الخراب يعني جزء كبير من هذا الخراب الذي يحصل في العراق هم أساسه فلاحد ينكر هذه الوضعية الآن يجلس الإطار التنسيقي لكي يوافق على سين ويرفض عين يوافق على جيم ويرفض حاء هذه قضية غريبة ما علاقته إذا أنتم متفقين على النظام المحاصصة مادام دخلتهم إلى مجلس النواب وأنتم تعرفون هل هي هل هي كانت انتخابات نزيهة وشريفة والشعب شارك بيها ودخلوا بيها ناس ما قدرتوا تمنعوهم وديمقراطية العراق ما يبي ديمقراطية والذي يشاركوا في الانتخابات أقل من 10% ونفرض 10% 90% من العراق لم يشاركوا في هذه الانتخابات لم يشاركوا بدلاقوا أصواتهم فال10% هم هم اللي شكلتوا منهدهم نواب مجلس النواب لأخذوا الكراسي وانسحب التيار الصدري وبقتلكم طيب إذن هي من البداية مرتبة بهذا الشكل ومعروفين من سيدخلون ومشيكين وتم الاتفاق معهم وكل كتلة لها اتفاقات مع الأخرى والكل أخذوا موافقة الطرف الإقليمي المسيطر إيران لا يمكن لأي طرف لا يمكن لأي نائب لا يمكن لأي وزير أن يجلس على مقعد إن لم تكن إيران موافقة وهذا واقع الحال وليقولوا عكس ذلك وواقع الحال يثبت ذلك وهم يتباهون يقولون أنه ديمقراطية والعالم يقول أنه ديمقراطية أمريكا تقول ديمقراطية والأمم المتحدة التي تشاهد كل هذا وبالإصخار قريبة من كل هذا وتعرف كل هذا ولا تقول الحقيقة والأمم المتحدة تعرف كل هذا ولا تقول الحقيقة وأمريكا تعرف هذا لكن كل هذه الأطراف هي تريد هذا الوضع بهذا الشكل تريد هذه المحاصصة نظام محاصصة والكل يتقاسم الفساد وتقاسم الصراعات ويقولون والعراق يقضع عيفا وهكذا تبقى المناصب عرضة للطرف الذي يقول أنا الطرف المسيطر أنا الطرف المتحكم فأما أن تنصع لي والطرف المتحكم طبعا هذا الطرف الإيراني إما أن تنصع لي وتقبل بكل شروطي وتقبل بكل اشتراطاتي أو لا يمكن لك أن تعبر أو تنال أي كرسي إذن كل الذين في المجلس هم حصلوا على موافقة إيران لكن مع ذلك يبقى اللعب بهذه الطريقة وتبقى لزاحات وتبقى الاجتثاث وتبقى هذه الطريقة وإلى متى تستمر هذا لذلك هذه لعبة اختيار رئيس مجلس النواب سيختارون فلان ومرشح فلان وفلان كلها تجري بهذه الطريقة وكلها تجري ضمن الصفقات وتجري ضمن مزايدات سواء يعني وطبعا كل الكتل سنية وشيعية وكلها بيناتها خلافات وكل هذه الخلافات خلافات مصلحية وخلافات بسبب المناصب وسبب المكاسب ليس أكثر فبالتالي أنت أمام حالة هذه توصيفها ويتحدثون عن ديمقراطية وتحدثون عن انتخابات ويروجون للناس أن القضية كبيرة وانتخاب رئيس مجلس نواب وكأنه يعني إذا غاب أو حضر سيفعل شيء هو غياب وحضور نفس القضية وغياب مجلس النواب وحضورهم نفس القضية وغياب الحكومة وحضور نفس القضية سيكون فراغ دستوري سيكون هذه كثبة كبيرة القرارات ماشية الوضع ماشي وإيران هي من تحكم وقراراتنا في طهران وليس في بغداد وهذا وقع الحال فبالتالي الحديث عن انتخاب أو إعادة انتخاب رئيس مجلس نواب جديد تبديل رئيس مجلس نواب جديد يجيبون رئيس وزراء جديد يجيبون عملية اللعبة نفس اللعبة ونفس الطريقة ونفس ويتحدث عن ديمقراطية زائفة لوجود الحال وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم